الله يكره الخطية بطريقة لا توصف غضبه تجاه الخطية هي أبعد من أن نستطيع أن نفتكر يقول الكتاب المقدس أن غضبه سوف يدوب الجبال والبحار أخطأ آدم مرة واحدة والبشرية أجمعين أصبحت تحت القصاص ولكن أنت تقطع كل يوم أنت ترفض مشيئة الله كل يوم وحتى ومع ذلك كرهه وبغضه للخطية هو عظيم جدا وبرغم من هذا أيضا رحمة ورأفة هما عظيمين ليس فقط أنه يتحملنا بل يدعونا أن نأتي إله لكي نخلص إن كنت تسمع إلى هذا الآن وإن كنت تدرك أو تعلم أنك أنت الأسوأ في العالم أو قد تظن ذلك ولربما أنت مجرم لربما أنت زانية لربما أنت سكير أو مدمن المخدرات أليس هذا مدهش أن مع كل هذا ما زلت تستطيع أن تخلص كل خطياتك قد تأخذ بعيدا أنت تعلم أنك لا تستطيع أن تغير نفسك أنت تعلم أنه ليس لديك أعمال صالحة ولكن لهذا السبب أتى المسيح ومالك تستطيع أن تخلص الدم الذي سفك على الصليب هو من أجلك يملك هذا الدم القوة لكي يخفر كل خطياتك الماضية والحاضرة والمستقبلة وأن يصالحك مع إله قدوس ألا ترى كم هذا هو خبر سار؟ أنا لا أقول لك أن تقوم ببدعة الأمور التي قد تملكت من أن تنال الخلاص من إله لا تستطيع أن تنال الخلاص منه أقول لك أن تنظر إلى هذا الإله الذي تحدث إلى موسى في هذا النص الذي دفع ثمن خطياتك من خلال ابنه أمانت بالله لصلي في الإيمان ثلاثين سنة أمانت بالله لصلي في الإيمان ثلاثين سنة كنت ما زلت أتبع ابنه منذ ثلاثون عاما ولكن بعد ثلاثين سنة ما زلت معتمد على الله ومتكل على الله تماما كما بدأت لقد أفشلته كثيرا لم يفشلني ولا مرة واحدة هناك الكثير من الوقت أرى نفسي أني لم أحبه كما أحبني ولكن ولا مرة محبة تغيرت محبة تجاه أي إنسان وحتى شخص مثل أنا كانت كاملة وليس ذلك بفضل ما قمت أنا به لو كان حب ومحبة يعتمد على ما قمت به من العمل لكان محبة تتغير كل يوم ولكن محبة لي ولشعبه تعتمد فقط على مقام به المسيح بالشكل الكامل هذا رائع أن محبة لا تعتمد على ما نحن عليه بل تعتمد على ما هو عليه وليس بما نقوم به لأجله بل بما يقوم هو به لأجلنا وما قام به لأجلنا في ذبيحة ابنه وموت ابنه من أجل أنا الخاطئ بالنسبة لي إنه خبر صار جدا فخره فقط أو يفتخر فقط في يسوع المسيح هذه هي المسيحية أن أملنا ورجاءنا هو في الله وليس في البشر أو الإنسان كل أديان الأخرى الرجاء هو في البشر أو الإنسان قد لا توافتني الرأي تقول لا رجائي في الله لكن فكر بذلك تحاول أن تشك طريقك بدفسك إلى السماء رجاءك أو أملك بأن تذهب إلى السماء يعتمد على كم أنت صالح أو كم أعمال صالحة قمت بها أو لا أنت تتأمل بأن تكون صالح كفاية لكي تذهب إلى السماء رجائي وأملي هو أن الله صالح كفاية لأن يخلص أولئك الذين لا يستطيعوا أن يخلصوا أنفسهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة